اشتركوا في القناة قصة سيدنا لوط عليه السلام كان أهل سدوم بالأردن يعبدون الأصنام ويفعلون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء فأمر الله عز وجل لوط عليه السلام أن يذهب إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك الفواحش فذهب لوط إليهم تزوج لوط ورزقه الله ابنتين وأخذ يدعو أهل سدوم إلى عبادة الله وترك الفاحشة لكنهم لم يستجيبوا له وهددوه بطرده من القرية وكانت زوجته كافرة منحازة إلى قومها فأرسل الله ثلاثة من الملائكة في صورة شبان حسان إلى بيت لوط أخبرت زوجة لوط القوم فأسرعوا إليه وحاولوا الهجوم على البيت وخاف لوط على ضيوفه وأحس بضعفه فأخبروه أنهم ملائكة جاءوا لتعذيب هؤلاء الفاسقين ثم اقتحم قوم لوط البيت فأشار أحد الملائكة بيده ناحيتهم ففقدوا أبصارهم طلبت الملائكة من لوط أن يرحل في الليل فرحل بابنتيه وفي الصباح هتزت القرية هزة عنيفة واقتلعها ملك بطرف جناحه وارتفع بها حتى السماء ثم قلبها رأسا على عقب وجعل الله عاليها سافلها وأنجى الله لوط عليه السلام ومن معه قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام كان نبي الله إبراهيم عليه السلام شيخا عجوزا يعيش مع زوجته سارة وكانت عاقرة فوهبت له جاريتها هاجر لعلها تنجب له الولد فأنجبت له إسماعيل عليه السلام ثم أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذهب بهاجر وإسماعيل إلى صحراء مكة ويتركهما هناك نفذ إبراهيم أمر الله عز وجل فقالت له هاجر الله أمرك بهذا فقال لها نعم فقالت إذن لن يضيعنا ثم دع إبراهيم ربه أن يحفظ جوجته وابنه وعاد إلى الشام وظلت هاجر وابنهما إسماعيل في ذلك المكان حتى نفذ الطعام والماء وجاع الطفل وبكى بشدة بحثت هاجر عن الماء وصعدت جبل الصفة ثم جبل المروة حتى تعبت فعادت إلى ابنها فنزل جبريل عليه السلام وذرب الأرض فتفجرت بئر زمزة فشربت هاجر وسقت ابنها وجاءت قبيلة جرهم العربية فسكنت معهما وكبر إسماعيل بينهم وذات يوم رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل فأخبره فعلم إسماعيل أن ذلك أمر من الله فوافق ولكن الله فداه بكبش نزل به جبريل من السماء ولما كبر إسماعيل تزوج بامرأة سيئة لكنه طلقها بأمر أبيه وتزوج بعدها مرأة صالحة ودات يوم أخبر إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل أن الله أمره ببناء الكعبة فساعده إسماعيل في ذلك حتى تم البناء وعلموا الناس مناسك الحج وقد كان إسماعيل عليه السلام رسولا إلى القبائل التي سكنت حول بئر زمزم ولما مات دفن في حجر الكعبة قصة سيدنا إسحاق عليه السلام سيدنا إسحاق عليه السلام هو الإبن الثاني والأصغر لسيدنا إبراهيم عليه السلام وهو ابن السيدة سارة فقد كان إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يرزقه بولد من زوجته سارة فاستجاب الله له بعد عمر طويل حيث جاءت الملائكة وبشرت إبراهيم وصارة بذلك وبالفعل ولدت سارة إسحاق وجعله الله نبيا ورسولا وأتنى عليه قال الله تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ترجمة نانسي قنقر